تحياتي لك يا كابتن فاروق وتحياتي طبعا لكل ديوفك وكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان أكيد مباراة هم جدا مباراة الأهلي والزمالك ويتظل مباراة القمة بغض النظر طبعا على المستوى الفني ما بين الفرئتين أو حتى المستوى البدني أو حتى عدد النقاط ما بين الأهلي والزمالك لكن تظل هي المباراة رقم واحد في الكرة المصرية ويتم متابعتها من خلال عدد كبير جدا من جماهير الكرة المصرية ومش بس الكرة المصرية أيضا جماهير الكرة العربية اللي بتتركب هذه المباراة لكن خلينا سريعا نتكلم عن أجواء ما قبل هذه المباراة كابتن فاروق طبعا نحن الآن متواجدين في استاد القاهرة الدولي واللي حيستضيف هذه المباراة للمرة التانية منذ فترة طويلة جدا من حوالي أربع شهور كانت المباراة الأولى ما بين الأهلي والزمالك والإدري النادي الأهلي يحسمها بنتيجة 3-0 لكن النهاردة أيضا مباراة الدور التاني وهي مباراة الجولة الأخيرة بالنسبة في بطولة الدوري وبالنسبة النادي الأهلي لكن النادي الأهلي لسه ليه مباراة أخرى أمام الفريق المصري البورسعيدي وهي مباراة مؤجلة لكن الأجواء هنا خلينا أقول لك يا طبعا عدد الحضور أو حتى الآن بيحضر حوالي 50 فرض من مشجيع النادي الأهلي حتى الآن لسه قبل المباراة بحوالي 3 ساعات وربع تقريبا فبالتالي من المتوقع أن العدد يتزايد حتى معاد المباراة طبعا زي ما هو مقرر من قبل اتحاد الكرة يا كابتن فاروق حضور 300 مشجع لكل فريق يعني التوتل هيكون 600 مشجع متواجد مشجيع النادي الأهلي هيكون في الدرجة الأولى شمال مشجيع النادي الزمالك هتكون في الدرجة الأولى يمين عدد مشجيع الزمالك حتى الآن يمكن حوالي 10 مشجعين وصلوا لغاية دلوقتي لكن من المتوقع أيضا أن الملعب أو طبعا مدرجات الدرجة الأولى بالتحديد تكون ممتلئة من خلال العدد اللي ذكرته لحضرتك يا كابتن فاروق طبعا أرضية الملعب وشيء إيجابي جدا يمكن المطر خلال الإمبارح وأول أيضا اللي كان متواجد طبعا محالة التاقس اللي كانت متواجدة ساعدت في تحسين أرضية ملعب أستاذ الكاررنجيلة يمكن شكلها جيد جدا النهاردة والأرضية أيضا شكلها جيد وخليني أقول لك يا كابتن فاروق أن النادي الأهلي معتاد على الأرضية المبلولة شوية اللي بيبقى فيها نسبة مية خفيفة وحيكون قبل المباراة أيضا حيتمرش الملعب من قبل طبعا عمال النادي الأهلي عشان تكون لائقة كما هو معتاد بالنسبة لعبئة النادي الأهلي خلال هذه المباراة الأمور كلها ماشية بشكل جيد خليني بس أتكلم عن دخول الجماهير أو دخول طبعا حتى الصحفين والإعلمين لأرضية أستاذ الكاهرة الدخول بالكشفات والأسماء تبقى موجودة من قبل طبعا رجال الأمن وطبعا المسؤولين عن تنظيم هذه المباراة طبعا المباراة دي بنظمها النادي الأهلي بحكم أن هي مباراة النادي الأهلي فبالتالي طبعا الأسماء تبقى متواجدة في الكشفات وبناء على هذه الأسماء طبعا بيكون متواجد الأفراد اللي بيكونوا عايزين يحضروا هذه المباراة خلال الأيام السابقة نتكلم شوية عن فريق النادي الأهلي يا كابتن فاروق وخلال الأيام السابقة كانت تدريبات مكسفة بالنسبة للفريق وبالتحديد عقب الفوز على فريق بيتروجيت بنتيجة 2-1 كان فيه تركيز كبير جدا من اللاعبين وجهاز الفني بكيادة الكابتن حسام البدري على ضرورة موصلة الانتصارات ضرورة تحقيق الأرقام الكياسية النهاردة فيه رقم كياسي مرتقب بالنسبة لنادي الأهلي وهو تخطي طبعا عدد النقاط يمكن آخر عدد نقاط كان وصل أو أعلى عدد نقاط حققه فريق في بطولة الدوري كان 87 نقطة وده طبعا باسم نادي الزمالك في موسم 2015-2016 والموسم ده اللي قدر نادي الزمالك يحقق فيه بطولاتي الدوري والكاس إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي لو حقق الفوز يتخطى هذا الرقم ويوصل لنقطة رقم 88 ويتبقى المباراة أخرى لو قدر يتعادل أو يفوز فيها هيوصل لنقطة رقم 89 أو النقطة رقم 91 ويبقى رقم قياسي بالنسبة للنادي الأهلي يضاف للأرقام اللي قدر يحققها خلال هذا الموسم بشكل عام خلينا أقولك أن التركيز كان واضح جدا على اللاعبين وجدها كانت واضحة جدا على اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي طبعا عودة بعض اللاعبين للمشاركة فيها هذه المباراة سيكون شيء إيجابي وجايد جدا بالنسبة للجهز الفني بكيادة كابتن حسام البادري في المقابل غياب اتنين من العناصر المؤسرة جدا من تحديد وليد أذر واللي أصيب مع بداية مباراة بيترو جيت بشد في العضلة الخلفية خلاص هو غايب عن هذه المباراة أيضا علي معلول رغم جاهزيته الطبية لكن كابتن حسام البادري فضل أنه ما يدفعش بيه في هذه المباراة خصوصا أنه فيه مباريتين غاية في الأهمية وأكثر أهمية من مباراة الزمالك النهاردة هي مباراة الأسيوتي في كاس مصر إن شاء الله ويوم الاتنين القادم وأيضا مباراة الترجع التونسي في بطولة دوري أبطال أفريكا وافتتاح دوري المجمعات لهذه البطولة بشكل عام نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق خلال هذه المباراة مباراة اليوم خصوصا أنها بطولة خاصة وكل جمهور النادي الأهلي طبعا بيبقى عايز يفوز في هذه المباراة وخصوصا أنه فيه رقم كبير جدا النادي الأهلي أو نادي الزمالك بالتحديد ما أقدرش أن يفوز على النادي الأهلي في بطولة الدوري العام طبعا منذ موسم 2007 ويعني بقى لنا حوالي 11 سنة أو 11 سنة إلا شهر بالتحديد نادي الزمالك ما أقدرش أن يفوز على النادي الأهلي في هذه المباراة آخر مباراة قدر النادي الزمالك يفوز 2-0 بهدفي جمال حمزة وتامر عبد الحميد ودول اعتزلوا بقالهم فترة لكن إن شاء الله يستمر هذا الرقم بالنسبة لنادي الأهلي عشان نوصل ل11 سنة نادي الزمالك ما أقدرش يفوز على النادي الأهلي في بطولة الدوري تحديدا إن شاء الله يكون لعب النادي الأهلي موفقين إن شاء الله الأجواء كلها مهيئة يا كابتن فاروق لإصدافة هذه المباراة الهمة جدا في الكرة المصرية كل من التمناء إن شاء الله أن النادي الأهلي يقدر يفوز في هذه المباراة ويوصل للنقطة رقم 88 عشان يحقق رقم قياسي جديد في بطولات الدوري العام لو فيها استفسار يا كابتن فاروق أنا معاك اتفضل أميرنا